بصوا كده بقى من الآخر اللي بيحصل في الكورة اليومين دول لأ الشهور دي السنين دي هو ده اللي احنا متعودين عليه محدش استغرب محدش استغرب ان فيه مدربي يبقى في الطيارة رايح يلعب مباراة باسمه منتخب مصر قدامه منتخب كبير رايح كاس العالم ويتقال انه هو أقيل وهو في الطيارة مفيش أبدا مدير فني أجنبي يبقى ناجح وماشي بشكل كويس يمشي ونقول اصلا احنا معناش دولارات مفيش أصلا حاجة اسمها انك تعلن عن رحيل مدرب ورايح يلعب مباراة لقدر الله وهو عارف انه هو مش المدرب واللعبين اللي معاده العارفين انه مش هيبقى هو المدرب ولقدر الله نخسر أربعة ولا خمسة ولا ستة ما هي ديها تبقى فضيحة فضيحة لمن يا سيد فضيحة للكرة المصرية فضيحة لمنتخب مصر هو ازاي بنشتغل كده وبصراحة شديدة وبصراحة شديدة التصريحات اللي قالها وسيد جمال علام من شوية وعش كيانا قلتلكم انا كنت محضر حاجة تانية خالص بمنتهى الهدوء وبصراحة من كنتش عايزة اخش النهاردة وانا شايل ومعبي ومتدايق قلتا دي نهديتة رالي تمانية واربعين ساعة وانتو مش نقصين كلنا مش نقصين مش نقصين عصبية ونرفزة وتوتر عايزين نهدى ونشوف حلول بدلا ما نقعد كلنا نتسرخ بس لما حضرتك تقول ان احنا استعجلنا في اختيار المدرب فانا آسف جدا اللي انا اقول كده واحنا كمان استعجلنا ان احنا اخترنا اتحاد الكرة ده لو المدرب مش مؤهل انه يبقى موجود مدير فني المنتخب مصر فاللي اختاره اكيد هو كمان مش مؤهل المدرب اللي قاعد مبارتين فقط واكتشفت بعد كده انه هو مش مؤهل انه يدرم منتخب مصر يبقى اكيد انت مخترتش على معايير ومخترتش على أسس ومخترتش بناء على خطة مخترتش على كل هذه الأمور يبقى انت عندك مشكلة قبل ما نحاسب المدرب انه حاسب اللي اختاره انا مش قادر افهم وبعدين في حاجة كده بينك وصين لازم اقولها يا جماعة مش كل واحد مسؤول في الكرة يكون عنده مهارة الحديث للإعلام لو انت مش مؤهل انك تتحدث للإعلام هناك متحدث رسمي هو اللي يتحدث للإعلام لكن لما تقول تصريحات عشان تدافع بها عن اتحاد الكرة فتكتشف بعد كده ان انت استفزت الناس أكتر بالتصريحات دي يبقى فيه مشكلة كبيرة الوضع كله غلط الوضع كله في الكرة غلط وانا النهاردة مش جاي يمسك في خناء المدرب ومش جاي يمسك في خناء اتحاد الكرة انا جاي يتكلم على منظومة المنظومة كلها متل اغبطة منظومة دوري مش منتظم دوري فيه مباريات مؤجلة دوري مش عارفين أوله والآخره كاسين بنلعب كاسين في موسم واحد كاس موسم اللي فات وكاس الموسم الحالي منظومة غلط ما عندناش محترفين برا بقيمة كبيرة باستثناء محمد صراح والباقي مع كامل اللي احترام ما عندناش محترفين لعبين محليين مصريين موجودين في الدوري المصري دوري لا ينتج اي لعب محلي مميز ولا لعب مع كامل اللي احترام لما بقول ولا لعب لا اقصد بيها التقليل من اللاعب ده انا اقصد انه اللاعبين اللي بتلاعهم من الدوري المصري هم يليقوا فقط على الدوري المصري لكن لما بنيجي نلعب على مستويات كبيرة لما بنيجي نلعب على مستويات خارجية لما بنيجي نلعب في منظومة بتتكون لأول مرة من مجموعة لعبين زي منتخب مصر حتى لو لعب منتخب مش قوي ما بيعرفوش ينساجموا عندنا مدير فني وانا هقول بقى ورزق على الله كابتن اهاب جلال هو مدير فني محترم وانا مش هغير كلامي مدير فني محترم وله بصمات في كل فريق بس هو اصلا اختيار كابتن اهاب جلال لمنتخب مصر وفي هذا التوقيت كان اختيار صح لا طبعا غلط بس انتم اللي صدرتولنا انه مش هينفع غير مدير فني مصري بساعتها قولنا خلاص يبقى كابتن اهاب جلال مدير فني كبير لكن العائل الفاهم اللي بيشوف كرة صح المشجع العادي حضرتك موجود في منصف اتحاد الكرة عشان المفروض انت اعلى مننا كلنا في الادارة الكرة بس احنا الناس العادية شايفين انه كان لازم مدير فني اجنابي لأ شايفين ان كان كالوس كروش لازم يكمل بس انا النهاردة مش هاجي ادوس بقى وهاجم وانتقد الكابتن اهاب جلال هو لعب مباراتين المباراتين ما كانواش حلوين تحديدا الكارسة الكبيرة في المبارات تاني بس هو كسب واحدة وكسر واحدة ده مش تقييم مدرب بس احنا دلوقتي فهمنا انه كابتن اهاب جلال مش هينفع دلوقتي مش هينفع وانت عندك منظومة مفهاش لا دوري ولا كاس ولا لعبين ولا فرق منتظمة ولا ادارات ولا تحكيم ولا اي حاجة انت عايز واحد زي كالوس كروش هيجي يقولك كل الحاجات البعضة دي انا هزبطها انا هعرف اتعامل بيها وحاول ازوقه زي مزاقنا ومع كامل احترام لحضرتك انت مش حردك انا اتكلم عن مشجع اللي كان شاف ان كالوس كروش لا يصلح لمنتخم مصر هو انت فكرك هو الطبيعي باللي احنا فيه ده كله كنا نوصل نهاية كاس الأومة الأفريقية بكل ده هنوصل نحنا نوصل لاخر مرحلة في تصفات كاس العالم والله ما كان هيحصل لو كالوس كروش ما كانش موجود او كان يعني كان كالوس كروش او اي واحد يعني مدير فني اجنابي خبير مش كروش او مش بدافع على كروش الاسم بس فيه مدربين واسماء تستطيع التعامل مع كل الظروف ممكن الكابتن اهاب جلال كان نجح مع منتخم مصر وعمل نجاحات بهدة وكان نكمل مشوار طويل وساعتها كنا نقول الكابتن اهاب جلال خليفة كابتن حسن شحاتة ومحمود الجاري في المدربين الوطنيين اللي نجحوا لو ظروف طبيعية لو مواهب في الكرة طبيعية ده حضرتك عارف انه فريقك اللي بتشجعه عنده مشاكل فنية كبيرة جدا وانت نفسك بتقول فيه مشكلة في الكواليتي عند اللعب المصري فيه ازمة عند اللعب المصري انا النهاردة وده الامور الهادية والله اللي كنت جاي اتكلم فيها جايب لحضراتكم شوية مشاكل في الكرة عندنا في مصر مشاكل نعرضها ونشوف مع بعض حلول ليها عشان ما نفضلش بعد كل هزيمة نلف في دايرة مقفولة ما منطلعش منها غير المدرب ماشي غير اتحاد الكرة بالمناسبة اتحاد الكرة اللي موجود دلوقتي هو مش اتحاد الكرة مؤهل انه ده الكرة المصري بس بالمناسبة هو اللي هيجي بعديهم مين طب بلاش دي هو اللي هيختار اللي بعديهم مين ما هو اصلا اللي بيختار في الجماعات العالمية ربما ما يكونوش عندهم نفس القدر من المؤهلات اللي تخليهم يختاروا اتحاد الكرة يستطيع ادارة الكرة المصرية فحنا عارف انت كل ما تخش في حتة تلاقي الدنيا دي تقفلت تخش في حتة تلاقي الدنيا دي تقفلت هي الدائرة مفيش مخرج لقا تعالوا ندور على مخرج بس من الاساس الكسة مش كسة مدرب ولا قصة اتحاد كرة وبس قصة اكبر من كده بكتير هكلمكم النهاردة على قطاعات الناشئين فين فين الناشئين اللي بتلاقوا للكرة المصر فين المواهب هكلمكم النهاردة عن المسابقات هكلمكم النهاردة عن التحكيم هكلمكم النهاردة عن الاندية هكلمكم النهاردة عن الاعلام عشان برضو لما بقول كل الكلام ده فالناس تقولك ايه يعني انت كل حاجة في المنظومة الرضاية قويسة والاعلام هو المثالي لا مفيش حاجة مثالية كلنا لازم نتطور كلنا لازم نتصلح اللي بيحصل في منتخب مصر ده كلنا شايلينه كلنا بدون استثناء اللي بيعلي صوته واللي بيوطه صوته اللي بيفكر واللي ما بيفكرش اللي بيعمل أزمات واللي ما بيعملش أزمات كلنا حتى اللي بيعملش أزمات بالسلب بالسلبية عمل أزمة منتخب مصر عمل أزمة الكرة المصرية أنا غيران بصراحة أنا متضايق جداً ومتنرفز ومتعصب ومتجنن وكل حاجة زي زيك بالزبط مصر ده منتخم مصر تعايف لو الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيل أو المصري الأمور هتعدي هتعدي هنزعل طبعا أي واحد فيهم يمثل مصر هتعدي بس ده منتخم مصر لا بقى لنا سنين بقى بقى لنا سنين بنلف في نفس الدائرة ومش عارفين نخرج منها ويجي النهاردة الأستاذ المحترم جمال علام بالمناسبة هنا نحن لا نعيب أبدا في أشخاص هنا حضرتك ممكن تطلع تقول لي لا أنت ما بتعرفش تتكلم أنت مش إعلامي أنت تعبئ أنت مش مؤهنة تبقى إعلامي براحتك ده رأيك تمام أدام أنت ما عندكش مشكلة شخصية معاي وأنا أستاذ جمال علام تحديدا بكن لها كل الاحترام كل الاحترام كشخص مهزب ومحترم بس أنا آسف هو أستاذ جمال علام لما كان موجود ومجلسه في 2015 كان إيه حجم النجاحات يعني النجاحات العظيمة لحضراتكم تتذكروها يعني إيه الإنجازات اللي حصلت في الكرة المصرية وتطور الكرة المصرية وليه يعتاني وهيمشي جمال علام هيمشي مجلسه نهاردة بكرة السنة الجاية حسن ما يمشي وإن كان يعني أنا لو ما كانهم من نفسي يعني بس فرضا كمل هو مين اللي هيجي بعده وهنختاره إزاي وله هيدير الكرة اللي هيجي ويديره الكرة بقى عشان يعملوا ثورة في الفكر ده هيحصل إزاي مين دول أصلا مين الأسماء اللي هتيجي وتعمل ده هل حضرتك شايف كم اسم طيب هل الكام اسم دول هيعرفوا يكسبوا انتخابات ما وفي أسماء ما بتعاش تكسب انتخابات في أسماء مؤهلة بس بتعاش تكسب انتخابات تتلاقيينه عارف انت تحس كده اللي هو إيه أجماعة تقولش هتبسكيلي في المدرب طيب بلاش إعاب جلال هيمشي خلاص ميشي يعني بعد مطشين جمنا مدرب أجنابي محترم خسر مطشين هنعمل فيه إيه ده كمان هنعمل إيه تبقى قصة قصة وحكاية هليس بكملين مع حضراتكم وزي ما قلت لكم النهاردة هنتكلم عمليا بدلا ما نقض أنا فاطفطت معاكو شوية وخلصنا وحاولت ما طولش شوية لغم أن أنا شايل شايل زي ما حالك شايل بالزبط شايل كلنا شايلين بس هنجي بقى نتكلم بدلا ما احنا مسكين في المشكلة وعملين نسرخ طيب يا جماعة ساعدونا 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 نشوف حلول طيب النهاردة هننور النور على المشاكل وهنجتهد مع حضراتكم ان احنا نقول شوية حلول مش شرط الاكتهاد بتاعنا ده يكون الاكتهاد المثالي الصحيح بس على أقل ننور النور بدلا ما احنا مش شايفين ان فيه مشكلة احنا مشكلتنا ان ما بنشوفش المشكلة كلها اشتركوا في القناة